هلا بالحباب والغوالي ما في حدا ما بحب البيتزا مني وجر واليوم بدي احضر لكم اياها بعجينة بيتوتية بسيطة واخبز على الطواية يعني بلا فرن بلا كهرباء وشوفوا كيف تطلع معي انظم بيتزا مستوية من الطرفين على كفالتي يلا راحين نبالش التحضير وشوفوا مثل الحكي راح احضر عشر قراس تقريبا منه الريحة اعملهم بيتزا بالخضار ومنه الريحة اعملهم خبز بفلافلة مع خلطة ملوكية بتشوفوها بعد شوي واذا صف شيم العجينة بعمل منوشة بزعتر خلال الشغر راح اشرح لكم اشرح يلزمنا وراحين نحط بصندوق الوصف كل المكونات والمقادير اللازمة شوفوها على هينتكن ومهلكون اول شغل نام نختبر حبيبات الخميرة اذا فعالة ولا لا حطيت ظرفين خميرة وزنهم مع بعضهم 20 جرام ضفت عليهم معلقتين صغار سكر بيساعدوا على تفاعل الخميرة ضفت لهم كاسة مايفيترا حركتهم لحتى دابت الحبيبات وغطيتهم اشعى اشوف راح تتفاعل خميرتنا الللاء يا عيني متل ما يكن شايفين هاي تتفاعلت الخميرة وغارت وفارت وشيف فرجه وفورا راحين نبلش حضر العجينة هذا كيلو طحين ابيض متعدد الاستعمالات وضفت له معلقة طعام ممسوحة بيكينج باوندور ونخلتهم كثير كثير مهم انه ننخل الطحين خليه تفرفات ويفكفك عن بعضه واذا فيه بعض الشوائب كمام تنتخل هلا بضيف عليهم المكونات النشفة معلقة صغيرة ملح معلقتين طعام سكر حوالي 3 معالة طعام حليب بودرة ورشت محلب عملت لهم تخليطه لكل هالمكونات وضفت عليهم الخميرة وضفت نصف كاسة زيت نباتي وعملت لهم تخليطه مع بعضهم ضفت بالاول كاسة ماء وصرت أعجن لما بلشت تتماسك العجينة صرت أضيف شويات شويات ماء وأنا عم بكمل عجن لحتى لمت العجينة وبطلت تلزق بحراف الجاط أخذت لها معي شي خمس دقائق تقريبا عجن هذه العجينة تصير لكل أنواع المعجنات اللي بتنخبز بالفرن اللي عنده عجانة كهربائية يتبع نفس الخطوات اللي ساويتها أنا هلا جهزت العجينة مسحت وجهة بأترة زيت وغطيتها بالنيلون وكتمت على نفسها شي ماء يدخل الهوى طاول ممكن تستعملوا كيس نيلون وتسكروا منيح كمرتها بقماشي ودشرت تأخذ لها رقدي لحتى تختمر الاختمار هو اساس نجاحة هلا لبين تختمر العجينة بنحضر صلصة البيتزا كمان شغلتها هينة كتير كتير بشرت كيلو بنادورا بشوف هالطريقة أسهل الشي لإستخلاص عصير البنادورا بدون قشرته طبعا ممكن تغلو حبات البنادورا بمي سخنة كم دقيقة بصير تعشيرة سهل بعد ما تقشرته تديروه على الخلاط تصير مستحلب وكمان ممكن تفرموه بقشرة وتديروه على الخلاط دورتين ثلاثة وتصفوه على مصفي وتأخذ عصير البنادورا بدون قشر مثل ما قدتلكم بشر البنادورا بشوفه أنا أهون الشي وسريع كتير كمان بشرت البصلة وممكن تنفرم كتير ناعم كمان بشرت سنين توم شفتوا لا طالعت الخلاط ولا المفرم ولا مدع التوم كل شي ساويته على المبشرة هلا على نار وسط بغلي مكونات الصلصة مع بعضهم استخلص البنادورا والبصل والتوم ودبس البنادورا البيتوتية المنظومة ممكن استعمال دبس البنادورا المعلبة الحلوة ضفت السكر إذا سألتوا ليش سكر يا خالي مشان أعطيها للصلصة مزة وضفت الملح كل واحد حسب رغبته مثل ما بعلكم الزعتر لأخضر المطحون طبعا ممكن أوريغانو بمشي الحال أخيرا ضفت معلقتين زيت زيتون بخلط كل هذه المكونات مع بعضهم وبدشرهم على نار خفيفة مع تخطايا شي تتعقد الصلصة وتصير مناسبة للدهن على وجه البيتزا أقل بالنطور سأحضر صلصة خبز بفليفلة على طريتي الخاصة فرمت بصل كبيره و أرنان خطرة و حمره و ناعم و دبالتهم بقترت زيت و نباتي بعدما أضفت عليهم معلقة كبيرة بنادوراي مبشورة و معلقة صغيرة دبس بنادورا ضفت عليهم معلقة صغيرة دبس رمان معلقة صغيرة طحينة تعطي خطرة سماكة للسلسة وطيابة ملح حسب الحاجة رشة سمسم أبيض نصف معلقة صغيرة شمرة مطحونة نصف معلقة صغيرة يانسوم مطحون و قترت زيت زيتون و عملت لهم تقليبة لكل هالمكونات و دشكتهم على نار خفيفة خفيفة شغلة خمس دقائمة و اكترها كل المكونات و الكميات بتلاقوهم بصندوق الوصف واي استفسار كتبوا لي بالتعليقات لأجاوبكم عليها هاي عجينتي اختمرت و تضعف حجمها الله يزيد و يبارك إلهي هلا قبل الملم شيء افضي من الهواء لا يوجد داعي لعجم مرة أخر بس لم على بعضها هيك باخذ من هذه العجينة شعف شعف و بكوروهن و بشكلهن بطابات اذا مديتهم على قاعد الطواية يكون سمك العجينة حوالي نص سنتي بقلت و شكلوا الطابات حسب حجم الطواية التي تعملوا عليها برجع بغطي طابات العجينة و بخليهم يرتاحوا شي نص ساعة قبل ما اشتغل فيهم هاي ارتاحت العجينة و صارت هايرة لمدة و ندهنة بالسلصة نقوم بتجبن و نخبزة و ناكل قطيب بيزا هذي الله يطعم ناكل منها البيزا لك سبور أب عبيد سبور البيزا يأكل طيب لك سيفر عليك كلا السنين ما يضع سبور لتصيب البيزا على واحدة يا فتاتك اللي بسمو البدن دهنت أرضيط الطواية بقترت زيت بس قبل أول قرص بعدما في داعي للدهن بالزيت خلاص بمشي الحال فردت طابت العجين لحتى صارت قرص حجمه مناسب لحجم أرضيط الطواي بخوشت أو سقبت العجينة بعود خشبي الشوكي لانه بتأذيلي الطواي هلا بخبز الوتش التحتاني حوالي 3 دقائية على نار متوسطة طبعا عيني عليه ما بلتهي عنه ابدا ابدا ها بس نخبز القرص من تحت نقلبه على الوتش التاني وموطي النار والناسف وندهن بسلسة البيتزا هون لازم تشتغلوا بسرعة يعني تلاهوها جمعة على شي لانه العجينة تستوي من تحت فرشت الجبن المبشورة اضعوا الكمية اللي بتناسبكم طبعا غاويتها بفلافل مقطعها عطونات مفقشات واذا ردت تضعوا شعب فطر او شرايح مرتديله اضعوها قبل ما ترشوا الجبنة بعدما غاويت الوتش رشيت لها زعتر أخضر مطحول وغطيتها تحبس الحرارة وتخلي الجبن الدوب وتشطه تغطيت الطواي كثير أساسي بخبز ثاني وتش وكما تشاهدون وانو شاهد انا وابو عبيد وعيوننا تنبق نبق ساحة الجبنة وارص الفيزا صار جاهز للتعديم العجينة مستوية تمام والجبنة سيحة وانا رايحة اسوح بالصقيق على هالروايحة الطيبة ما فيه أطيب من ريحة خبز العجين والله يديم علينا النعم الهي ويطعم كل محروم يا ربي جاهل ايام الفضيلة العجينة لاهي مأمرة ولاهي رخوة كتير كتير خبيزة مناسب طبعا يفضل أكله مباشرة بالطواي على الأكل اذا عندكم اكتر من طواية اعملوا عليهم بنفس الوقت الخبز فلافلة بنفس الطريقة تمام خبز أول وجه قلب القرص ودهنه بخلطة المحمرة اللي بغرف القلب وبتسوح في الصقيق تغطاية الطواي لبان يستوي أسفل القرص بدون ما يحترق دهنت واحد بالقراص بزيت وزعتر وخبزته بنفس الطريقة لحتى تكتمل التشكيلة جربوا هالطريقة وطعموا حبايبكم قطيب لا تقوم باستنى الكهرباء ولا تطرعوا الطرقات للمطاعم وتضعوا مفاتح ورزا وتطلبوها من بره وتصلكون نصبير دك الى اللقاء ولا تنسونا من اللايك والتعليقات ومشاركة الفيديو مع حبايبكم وتعزموهن يشتركوا بالقناة وميت أهله وسهله ومرحبه بالجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة